يبحث الغرب وأوكرانيا في ردود عدة على استفتاءات الضم التي نظمتها روسيا في عدد من المناطق الأوكرانية وتتراوح تلك الاحتمالات بين العقوبات الاقتصادية وزيادة الدعم الأسكري تطالب كييف الغرب بفرض عقوبات صارمة على موسكو ردا على تلك الاستفتاءات وحث وزير الخارجية الأوكراني ديمترو قوليبا الدول الغربية على اتخاذ إجراءات شاملة لمنع ضم هذه المناطق أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فأعلن انتهاء أي أفق سياسي مع موسكو وتوقع إشارة قوية من دول حلف شمال الأطلسي لما سيحدث إذا اعترفت روسيا بهذه الاستفتاءات التي وصفها بالزائفة دعوت مجلس الأمن إلى التصدي لمن يضع نفسه ضد الجميع في العالم لا يزال ذلك ممكنا أكدت في اجتماع مجلس الأمن أن تنفيذ روسيا لما يسمى سينار القرم ومحاولة ضم أراضي أوكرانية جديدة يعني أنه لا توجد أي قضية يمكن الحديث عنها مع الرئيس الروسي في المقابل تجهز الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات على روسيا إضافة إلى حزمة أسلحة بقيمة مليار ومئة مليون دولار لكييف وأوضحت مصادر أمريكية أن حزمة الأسلحة ستشمل أنظمة هيمارس الصاروخية وذخائرها وأنواع مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار الحكومة الكندية من جانبها تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الاستفتاءات وأكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم ولن تعترف أبداً بنتائج هذه الاستفتاءات التي وصفها بالصورية وأضاف توردو أن عدم الاعتراف يطال أيضاً أي محاولة روسيا غير القانونية لضم أراضي أوكرانية